اشتركوا في القناة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان امين مجلس الامن الروسي نقل تحياتي وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للسيد الرئيس مؤكدا الاهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في اطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وقد نقل السيد الرئيس خالص تحياتي لرئيس بوتين مثمنا مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بالاضافة الى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها وفي مقدمتها انشاء محطة الضبع للطاقة النووية لتوليد الكهرباء والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس اضف المتحدث الرسمي ان السيد باتروشيف اطلع السيد الرئيس على اخر تطورات الاوضاع بشأن الازمة الروسية الاوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الاطار اعلى المستوى الدولي حيث اكد السيد رئيس موقف مصر باهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للازمة ودعم كافة المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسيا بما يحفظ الامن والسلم الدوليين وينهي كذلك التدعيات الاقتصادية السلبية التي احدثت ضررا كبيرا للدول ذات الاقتصادات الناشئة خاصة فيما تعلق بالامن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جد وقد تناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات السنائية في عدد من المجالات فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة